على اثر حلقة السابقة اكو تصريح مهم جدا 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 للمتطوع بجهود ذاتية من اجل خدمة العراقيين بدون اي فلوس وبدون اي مقابل وبدون منية شاهد الله على كلامه التصريح الصادر من الاخ الاي تي ابو علي الفقلاوي يطالب بي بتخصيص مبالغ من الميزانية من اجل دعم جهود التطوع الذاتية بكرا ان شاء الله ملتقين مع اخونا استاذ دكتور ماهر وزارة التخطيط حراء عطينا ان شاء الله رزمة تخصيصات ونستخدمها الى نهاية العام ما تبقى من العام الحالي وان شاء الله بالعام القادم سيد رئيس الوزراء اوصى ان يضمنونا ميزانية مجزية ضمن موازنة 2023 غدا ستخصص اموال خارج موازنة 2023 بالضبط الى نهاية العام كم تحتاجوني يعني غدا كم سيخصص سيد الفيديو مبالغ مجزية كافية ان شاء الله تكفينا الى نهاية العام وحتى تكفينا لمشروع الرحلات لهذا العام وان شاء الله السنة القادمة رح يكون ميزانية طموحة كبيرة ضخمة اتناسب حجم العمل استحى سود ابو جي القدرة حخصصه لك شباه هو معروف دائما التطوع التطوع اللي يصير اي نشاط تطوعي دائما بدون مقابل عادي العلماء اختلفوا على التفسير كلمة مقابل مثلا انت جاي تمشي بالشارع شفت جوارينكم مرة شبيرة شاي لمسواق بسبعة طائش الف تجي انت كم وتطوع شريف صاحب نخوة يعمل من اجل العراق وعند اثنين وسبعين قناة تجي تشيل العلاليك وتوصلها للبيت تقول لك رحم الله والديك يوم وتاخذ ورقتين بالمقابل وباكتين خضرة والبوتيتة والبيتنجان والدق الباب على جواريهم وتقول لهم انا ساعت رح الجية ترى بلك التسوعين ورقة ما الامرا عليك وتوقف بنص الشهر اتأكد اخوان انا ساعت المرض جبيرة بالعلاليك انا متطوع تقولي صوار اخوان ورأسبوعين ورأسبوعين حقك الطبيعي كمتطوع ترجع تاخذ نص البيت والثلاج هايوم بسوار ومعروفة ايها حقك التطوع هذا